في سؤال جيب بقى لي لما شفت السورة هتطلنا يا جماعة السورة الحلوة لكيات معروضة دي في الإعلام في الزمان المزيعين مقدمين للبرامج والاستوديوهات ما كانوش في البدايات بتاعتهم نجوم كان دايما النجم هو لعب الكورة ولحد الوقت هو لعب الكورة للنجم بس بدأ المزيع نفسه بقى ياخد نجومية بميزاي لعيب الكورة لما أنا مزيع هروح أجيب كابتن محمود الخطيب يحلل حكلابك بصراحة يحلل بقى كل استوديوهات المباريات في الدوري ما حدش أصلا هياخد بالو مني ده ده نرجاب الأسطورة بنفسه الناس ليقدر مركزة مع الكابتن محمود الخطيب انت بقى وانت بتاعرض محمود الخطيب ما كنتش ألقا من ده تم ما أنا عايزة بقى أنا النجم بتاع الاستوديو لا ده العكس عكس صحيح ايوا اللي هو لما تبقى جنب نجم هتبقى نجم ليه الناس شايفه بص عليه انت جنبه مش كوني الناس بفكرة كيها بس دي دمانتك سليم وعظيح. جنب نجم قوي انت ده تشاهل. هو ياخد عشرة من عشرة انت هتاخد ستة من عشرة. سبعة من عشرة و هكذا كل تكرار. في الاخر انا بيت امشي بالعربية على كبر اكتوبر مرة. لقيت واحد ينادي علي عربية ماشي جنبي و احنا ماشيين قبل محطة مصر. انا رجع مروح فلاقيت واحد قرب مني كده ماشي معاي. و فتح الازاز و قال يا حسام يا فرحات انت مش عاربة تعمل ايه و هاتي ايه. اخي بالك يعني بدأ الواحد يبقى ايه تتعرف. حتى انه يعني في النوادي وفي الاعادات بتاعت الناس. بدأوا يشككوا فيه بدأوا يتكلموا عن الموزيعيين والمقدمين البرنامج. النجم ده ما هو نجم خلاص. بالضبط. انت خبالك فمرة يعني بلغني انه الناس تختلف يقولك هو فلان ده اهلاوة لزم الكاوي. انت خبالك دايما تتسائل انت انا بتوصلني الى الحاجات دي بفرح قوي ان هناك شك من هنا وشك من هنا. انه ما حدش قال ده اهلاوة او زم الكاوي و انت ممكن يبقى ليك انتماء بس اه فيه ناس يقول ده زم الكاوي فضيع. اه وفيه ناس يقولك لا اهلاوي. اه حلو ده. ليه؟ لانه يدل على ان يبدل كل واحد حقه. ممتاز. يعني ما يركزي على ده واسيب ده. لا. فمشينا يعني البدايات. هل حضرتك شايف انه الاعلامي. انا دايما يقولك جملة دي انه كلنا حبينا الكورة لحبنا الفريق مثلا من احنا اطفال صغيرة. هل الاعلام المفروض يبقى معروف انتماءه بس يبقى كلامه موضوعي وسليم ولا مش من المفترض ابدا انه يبقى معروف انتماءه. لا طبعا مش من المفترض ان يصنف المقدم البرنامج او المزيع. لا يفترض انه يصنف كده او كده ويبقى له هوية خاصة. لا انت المفروض مقدم البرنامج بتخاطب الجماهير في كل مكان وبتتكلم عن اندية منتشرة ولها شعبيتها ولها احترامة يجب انت تعطي كل منهم قدرون وحب.